تشرفت بهذه المقابلة من طرف سيادة رئيس الجمهورية وتشرفت بنقل لسيادته رسالة خطية من شقيقه الرئيس عبد المجد تبون الذي حملني مشاعر المودة والتقدير والاحترام لأخيه وكذلك حملني بعض الأفكار لتبادلها مع شقيقه وصديقه فاغتنمنا هذه السانحة لنشكر الرئيس على وقوف الشعب التونسي الشقيق إلى إخوته في الجزائر ونحن في محنة الحرائق ونعرف كذلك أن تونس قاومت الحرائق بصبر وعزيمة قوية فالحمد لله على انتصار الشعبين على هذه الظاهرة ونترحم كذلك على أرواح شهداءنا الطاهرة الذين ذهبوا ضحية هذه الحرائق والأفعال التي هي مرتبطة بها فيما يتعلق بعلاقتنا تونائية دائما وعبدا لقاءاتنا تعتبر كلها لبنة نحو الأفضل ونحو تنسيق أكبر ونحو المثابرة في العمل الدأوب من أجل إسماء صوت الجزائر وتونس المشترك وهو الصوت الحكمة وصوت المسؤولية وصوت شعبين شقيقين يتطلعان إلى مستقبل أفضل لهما ولكافة الشعوب في المنطقة فحملني سيادة الرئيس بأفكار قيمة وبمعلومات دقيقة وبالتحاليل في غاية الأهمية سأتقاسمها مع سيادة الرئيس عبد المجد تابون بمجرد ما أصل إلى الجزائر فشكرا من جديد على حفوة الاستقبال وكرم الضيافة ونحن نشعر ونحن مع أهلنا في تونس وبكل تأكيد ستتجدد هذه الزيارات الأخوية المفيدة والزيارات التي دائما تقوي وتعزز علاقات الشعبين وعلاقاتنا كمسؤولين في البلدين الشقيقين شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة